تعالوا بقى نروح لنقطة تانية أو بطولة تانية أو بطولات تانية ونتكلم عن البطولات الرياضية الدولية اللي حتستضفها مصر اتحاد اليد برئاس الدكتور محمد الأمين أعلن مشاركة 14 منتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 20-22 واللي حتقام طبعا في مصر خلال الفترة من 9 ل 19 يوليو اللي جاي أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية تقديم موعد حفل القرعة ليقام الخميس المقبل 26 مايو بدلا من الجمعة كان الاتحاد الافريقي وفق على إسناد تنظيم بطولتين كأس الأمم الأفريقية لقرة الياد نسختين هنا بنتكلم 20-22 و20-24 لمصر بعد سحب تنظيمها من الجزائر ومن المغرب فهيحمل منتخبنا طبعا الوطني لقب النسخة هنا الماضية حمل لقب النسخة الماضية وإن شاء الله يعني يكون اللي جاي كله يعني زي ما بتقال كده انتصارات برضو وتتويج ويرفع اسم مصر مرة تانية فبالتوفيق إن شاء الله بس ده قبر من الأخبار الحلوة برضو طبع وإحنا الحقيقة بنا